بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الطلب الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل مع الشبتر الثالث في السكشن نومبر 2 بعنوان إكليبروم وفرجد باديز في جزئها الثالث عشر إن شاء الله رح نتناول مع بعض موضوع الإكليبروم أوف تو فورس بادي الإكليبروم أوف ثري فورس بادي يعني التوازن بالنسبة لقواتين والتوازن بالنسبة لثلاث قوة وأيضا الإكليبروم أوفرجد باديز in three dimensions يعني في ثلاثة الأبعاد نتناول فيه مسألة التوازن بالنسبة الإكليبروم أوف تو فورس بادي لو عندي أنا جسم وعليه قواتين F1 وF2 فورستاتيك إكليبروم عشان يكون عندي توازن سكوني هنا the sum of moments about A must be zero يعني مجموع المومنت حول النقطة A لازم بتساوي هنا سفر the moment of F2 must be zero it follows that the line of action of F2 must pass through A بالنسبة للF2 هذه لازم line of application بتاع الفورس هذه بتعدي بالنقطة A نفس الشي هنا عشان يفضل عندي توازن لازم بالنسبة للF1 أيضا خط التطبيق متاحها بيعدي بالنقطة B فهذا طبعا رح يؤدي إلى أنه two forces F1 وF2 they will have equal magnitude but opposite sense زي ما تشوفوا هنا عندها opposite sense يعني اتجاهات متعاكسة على نفس خط التطبيق لكن أيضا بقيم متوازلة وهنا عندي مثلا مئة نيوتن لازم تكون هنا أيضا مئة نيوتن كل هذا ليش عشان يفضل عندي توازن فلو أنا كتبت مجموع الفورس باتجاه اللاين هذا رح يساوي سفر وأيضا بالإضافة إلى مجموع المومنت حول النقطة A أو النقطة B بتساوي سفر بتوصل إلى حالة التوازن التام اللي أشرنا لها هنا بنمر الآن إلى الكيز اللي بتكون فيه three force body يعني لو أنا عندي جسم مطبق عليه F1 وF2 وF3 يعني ثلاث قوة في ثلاث نقاط مختلفة بالنسبة لي مثلا القوة هذه رح تتقابل في نقطة D they will intersect يعني تتقاطع في النقطة D فmoment of F1 and F2 about the point D اللي هي the point of intersection أو نقطة التقاطع it is represented by D وان القيمة بتاعها بتساوي سفر ليش؟ لأن القوة بتعدي بالنقطة D فلو أنا احتسبت المومنت حول النقطة D بتساوي سفر وأيضا سواء كان بالنسبة للforce F1 أو F2 بقيت هنا الفورس F3 بالنسبة للforce F3 عشان يفضل عندي توازن وجوبا لازم أيضا بتعدي بنفس النقطة D بيصبح عندي تقاطع في النقطة D يعني لو أنا عندي قوتين في نقطة D مختلفتين A و B لازم لو هم مروا بنفس النقطة D متقطعين لازم القوة الثالثة بتكون أيضا متقاطعة معهم في النقطة D فبالطريقة هذه يصبح مجموع المومنت حول النقطة D بساوي سفر The line of action of three forces must be concurrent يعني متقاطعة في نقطة واحدة زي الحالة هذه أو Parallel إيش معنى Parallel؟ لو أنا عندي مثلا هنا a beam كاميرا وبتبق عليها مثلا هنا عندي ردات فعل من هنا ومن هنا لو عندي فرس بقيمة 100 نيوتن في الوسط رح تأدي إلى ردات فعل 50 نيوتن هنا و50 نيوتن هنا فالقوة هذه الثلاثة رح يكونوا متوازين طبعا هنا الفرس هذه ملغة لأنه ما عندي ولا قوة أخرى في هذا الاتجاه فبالنسبة إلي ردة الفعل هذه بتساوي سفر وبالتالي عندي الثلاث قوة الأولى والثانية والثالثة متوازين مجموحهم هنا لو كتبت مجموعة الفرس باتجاه ال-Y بتساوي سفر ولو كتبت أيضا مجموعة المومنت حول النقطة A مثلا هنا رح أجد بتساوي سفر أمر الآن إلى التوازن بالنسبة للجسم الصلب في ثلاث الأبعاد Equilibrium of a rigid body in three dimensions six scalar equations are required to express the condition of equilibrium يعني أنا بحتاج هنا إلى ستة معادلات عشان أقدر أحل المجاهيل الست معادلات هذه فيها ثلاثة بتهم الفرس اللي هي مجموعة الفرس باتجاه ال-X بتساوي سفر وباتجاه ال-Y بتساوي سفر وباتجاه ال-Z بتساوي سفر وفي ثلاث معادلات بتهم المومنت مومنت حول المحور X بتساوي سفر وحول المحور Y بتساوي سفر وأيضا حول المحور Z بتساوي سفر نقدر نكتبها بطريقة يعني منفصلة أو الواحدة عن الأخرى وتصبح عندي 6 equations أقدر أحل بهم 6 unknowns طبعاً 6 مجاهير هذا منقدر نجيبها من خلال 6 equations طبعاً هنا لو قلت أنه مجموعة الفورسس بالتجاه R أو بالتجاه X وبالتجاه Z بتساوي 0 كلها هي مكونات الكتابة هذه التالية أي هي المعادلة مجموعة الفورسس يعني بصفة عامة بتساوي 0 والنسبة للمومنت هنا أقدر أكتبها بالطريقة هذه أنه المومنت about any point O أو B أو C حسب النقطة رايز تحسب فيها المومنت بتساوي 0 وتقدر تكتبها R cross F زي ما عشرنا في أول الدرس